وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 464 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 162 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 49 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 111 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبطه 705 قضايا من بينها 46 قضية خبز ناقص الوزن و82 قضية خبز غير مطابق للمواصفات خبز ناقص الوزن وحد خبز ناêmes